السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين رؤية قول الله تعالى وهو على كل شيء قدير في المنام وهنوبان الانسان اللي في الواقع عنده زنوب كتيرة وكبيرة وعمره مصلى ولصام ولا اقترب حتى الى الله سبحانه وتعالى ابدا وجه عليه اليوم وحب يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولكن بقى الشيطان بيوسس لي ان ربنا سبحانه وتعالى مش هتقبل توبته من قطرها وعظمها وشاف رؤية في المنام انه هو بينتقل من منزل غير نظيف وغير مرتب الى منزل اخر نظيف وجميل وهو داخل المنزل الجديد ده شاف قول الله تعالى وهو على كل شيء قدير فكده هنا الرؤية دي هتكون دلالة للرأي على انه يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتوب لانه ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا هتأبل توبته لانه ليس هناك ما يمنع الله او يعجزه عن تقبل توبة الرأي لان الله سبحانه وتعالى هو من خلق التوبة فكيف لا يتقبلها وبالتالي الرؤية هنا دلالة للرأي على أنه يقدم على التوبة ولا يسمع إلى كلام الشيطان والله سبحانه وتعالى أدره أعلم وأسعد الله دائما منامكم وأشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته